تعال بقى يا كريم نروح كده سريعا برضو عالميا وتحديدا هنتكلم عن المحترفين بتوعنا وحبدأ به محمد النني لأن محمد النني من اللاعبين فعلا المؤثرين بشكل كبير جدا مؤخرا وخلينا نقول سواء متكلم مع أرسنال أو حتى منتخب مصر طبعا كلنا أكيد بناتمنى عودته سريعا بعد غياب كان للإصابة كان فترة كمان طويلة جدا لكن شفناها مؤخرا كمان بدأ يدخل في قائمة الفريق وشارك كمان مبارح في تدريبات أرسنال تحديدا وعندهم طبعا قبل مواجهة لانس الفرنسي مقارا لها ان شاء الله هتكون الساعة 10 النهاردة ده من المنافسات هنا بنتكلم جولة تالتة للمجموعة الاتنين من بطولة دوري أبطال أوروبا كل التوفيق لي وعايزة أقول لكم كل التقارير كمان أكدت أنه هو بتضرب بقوة بحثا عن العودة لتشكيل طبعا أو التشكيل مرة تانية بعد عودته من الإصابة اللي أبعدته تقريبا يا كريم لو أنا مش غلطانة تقريبا 19 شهور حاجة زي كده تعالوا بقى نروح لمحمد صلاح يعني من أنني عايزة أتكلم عن محمد صلاح شوية وده كان خبر برده بقاله يعني قبل ما نبدأ البرنامج كان نزل ما بقلوش ساعتين تحديين فهو لسه خبر جديد جدا تعليقات كانت من رامي عباس وكيل محمد صلاح تحديدا هو تنقلتها وخلت الأنباء عن كواليس بقية تجديد صلاح مع ليفر بول الأخيرة هو قال كده أن اللاعب يحصل على ما يزيد على المليون جنيه استرليني أسبوعيا أي ثلاث أضعاف راتبه الأسبوعي اللي كان في الأول مع النادي وده وفقا لإحدى الدراسات ركزوا معي بقى إحدى الدراسات في كلية الأعمال بجامعة هارفرد الشهيرة يعني يتعامل على صلاح دراسة في جامعة هارفرد طبعا لحضراتكم عارفانا من أفضل جامعات في العالم كله عشان يصبح أو هما وصلوا للنتيجة النتيجة دي هو أصبح أغلى لاعب في ليفر بول فدراسة جامعية من جامعة عالمية كبيرة بتتعامل على محمد صلاح فأنت مش عندك بس صلاح ما بقاش فكرة مجرد لاعب يعني هو أيقونة بتدرس الوقوف على معايير كمان النجاح بتاعته فخبر طبعا تداول بشكل كبير جدا رغم أن هو لسه ما بقالوش ساعتين أو تلاتة يعني متداول أو تم الإعلان عنه لكن طبعا برضو لو هنرجع لسر النجاح ده أنا بشوف رامي عباس وكيل محمد صلاح من الشخصيات أو الوكلاء اللي فعلا نكحين جدا 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 وفعلا بيشوف أي فرصة أو أي سبب علشان يحسن من وضع محمد صلاح سواء بفكرة احتراف مكان تاني أو بفكرة حتى المرتب أو العقد اللي هو بيمضي عليه فيعني نتبنى ليه أكيد كل التوفيق وأكيد سعادية برضو أن احنا نسبع أنه هو دلوقتي من قايمة التوب يعني في المرتبة والحقيقة الثنائية هيلة بين محمد صلاح ومدير أعماله يعني كل واحد فيهم على حدة أنه واند عامل اللي عليه وزيادة ووصل لسقف الجزئية اللي هو بيعملها والمسؤول عنها محمد صلاح كلاعب وهو كمدير أعمال الحقيقة طبيعي ندي تكون النتيجة ما خلي بالك هو رامي عباس مش حقدر يحقق ده إلا لو كان عنده المادة اللي يقدر يعمل بها ده برضو محمد صلاح بالنجاح اللي هو وصل له هو قادر أن يخلي رامي عباس يماركت لي الدنيا بشكل أفضل كل فترة فبس حلو أن العقد بتاعك هيخلص عشرين خمسة عشرين ولكن الراتب بتاعك الأسبوعي أصبح ثلاث أضعاف كمان وبردو ده نجاح وخلي بالك برضو اللي أنا قريته أو من مستهل الخبر أن كان ليفر بول في الأول مش عجبه قوي الموضوع لكن رامي عباس استطاع أنه هو يخليه يقبل هذا الأمر فيعني برضو ده نجاح أكيد وليه ما يجبوش ليفر بول ليه يعني بتاعيه وما يعوزي ايه أكتر من اللي باب صلاح بيعملونه في أرضية الملع فربنا يزيده يا رب ويزيده من النجاح كمان ويزيده من التوفيق ويزيده من محبة الناس تعالوا بقى نكمل أخبارنا عن محترفينا في الخارج والخبر اللي جاي عن اللاعب مصري الحقيقة برضو مشرفنا جدا في الدول الفرنسي في الفترة الأخيرة وبغض النظر وبعيدا عن خسارة فريقه بالأمس ويطرده هو شخصيا إلا أن أنا بكلمكم عن مصطفى محمد طبعا إلا أنه الحقيقة بيواصل فرض نفسه بمنتهى القوة مع نانط الفرنسي إمبارح فاز بجائزة أفضل لعب في الفريق طبعا خلال شهر ستمبر بالمناسبة دي للمرة التانية على التوالي يعني فاز الشهر اللي فات بنفس الجائزة ودي برضو إشارة كافية توريدة نحن نتكلم على كواليتي لعبه ووصل لدرجة إيه والحقيقة أن مصطفى محمد متقلق بشكل عام مع فريقه وحصد الجهدي جائزة بنسبة تصويت 47% تفوق على كل اللاعبين من خلال هذه النسبة كل اللاعبين الفريق وده تصويت جماهيري بالمناسبة نجح اللاعب خلال الموسم الحالي في أنه يسجل خمس أهداف خلال سبع مباريات في الدور الفرنسي ده في حد ذاته خلى طبعا بطابعة الحال هداف الفريق بالإضافة أنه بيحتل مرتبة الوصافة في جدول ترتيب هدافي الدور الفرنسي في الموسم الحالي طبعا بعد كليام متقفى لو مشي بنفس المعدل نحن هنشوفها الزمان بس أقول لك على حاجة مصطفى محمد من ساعة ما احترف طبعا لعب الزمالك السابق يعني من ساعة لما احترف في الخيرج وإحنا كنا بنتكلم عن بجد مثال مشرف يعني مصطفى محمد لا من اللاعبة المصرية المهوبة جدا وأنا كمان بغض النظر عن الفنيات بتاعته يا كريم أنا بحترم جدا مواقف لي ومنها المواقف الأخير اللي حصل وبسببها تعرض لبعض المشاكل طبعا مع الفريق اللي حصل يعني تحدثوا عن الدوري الفرنسي بيحترم حاجة معينة وهو قال لك ده ضد مبادئ فأنت متفرداش علي ومن الحريات أن أنت ما تفردش برضو حاجة علي حتى لو أنت عايز أن أنت تخلي المجتمع يقبلها أوكي بس كل واحد يعملها بس ما تفردهاش أن أنا أقبلها فإحنا تكلمنا في الموضوع ده طبعا كان من فترة طويلة لكن مواقفه برضو تحترم هو لاعب أنا أعتقد أنه هو فعل ممكن يكون ليه مستبل كبير جدا كمان وأكبر من الليفل أو المستوى اللي هو واصله فبالتوفيق لكل المحترفين بتوعنا وأتمنى يكون عندنا أضعاف أضعاف كمان المحترفين بس هي قصة كلها أن أنت كمان تاخد دعم من الداخل علشان تقدر توصل لهذه المكانة أولا تثق في نفسك لأنه ممكن يبقى فيه دعم وأنت مش واثق في نفسك وممكن ما يكونش فيه دعم بس ثقتك في نفسك توصلك للعالمية فقصة كلها مبنية على البني آدم نفسه في الأول وفي الآخر بعد كده التوفيق والدعم من الداخل وبعد كده طبعا الفرص اللي بتجيلك من الخارج فنتمنى الوضع يكون أفضل بكتير أكيد كمان عدديا